هل بات النظام التونسي الذي يقوده الرئيس قيس سعيد معزولا داخليا؟ سؤال لا تزال والإجابة عليه صعبة في ظل الشد والجذب السياسي الحاصل مع إصرار قيس سعيد على خطته بشأن الاستفتاء المقرر في تموز القادم بشأن إقرار دستور جديد ودعوته إلى حوار يستثني من سماهم بالخوانا بحسب تعبيره اتحاد الشغل التونسي أكبر منظمة نقابية في تونس رفض من جانبه المشاركة في حوار سياسي شكلي داعيا سعيد إلى حوار حقيقي مباشر واسع لقرارات مسبقة فيه يضم الجميع نقبة الصحفيين التونسيين أشارت من جانبها إلى أن حرية الصحافة والتعبير تراجعت بشكل خطير في تونس خلال العام الماضي حيث تتحول الدولة إلى نموذج للدولة المتسلطة بسبب تحكم قصر قرطاج في الحياة السياسية والإعلامية في الشارع أعطت الشعارات التي رفعت بالمسيرات المؤيدة للرئيس قيس سعيد ومساره والمطالبة بمحاسبة معارضيه أعطت إشارات واضحة لرئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشاب بأن السلطات تستعد لحل الأحزاب واعتقال قادتها سيناريو إن حدث بالفعل سيقود البلاد بحسب العديد من التقديرات السياسية إلى الفتنة والاحتراب الذي بات سيناريو يخاف منه الجميع في تونس مع تأكيد قيس سعيد مضيه بتشكيل لجنة وطنية لتأسيس جمهورية جديدة أمام هذه الجمهورية الجديدة التي يردها قيس سعيد وأنصاره ويرفضها بالفعل طيف واسع من القوى السياسية سيطر التونسيون بحسب جبهة الخلاص إلى القبول بمشاركة حركة النهضة في أي نوع من الحل السياسي لتجنب الكارثة الاقتصادية والسياسية والتي تلوح بالأفق مع تراجع الاهتمام الدولي بما يجري في تونس